السلام عليكم شباب طبعا زي ما انتم عارفين دايما انا لما بتكلم عن دراسة اقول لك لا ادرس كل حاجة لوحدها وبعدين نرجع بقى ايه جمع ده كله مع بعض وكده في حاجة واحدة كبيرة انما ما تحاولش تدرس كل حاجة في نفس الوقت عشان كده النهاردة هنتكلم عن الماتيريالز بس فنشوف انواع مختلفة من الماتيريالز زي مثلا الجلد القديم والمعايدن طبعا بانواعها المختلفة الدهب والنحاس والحاجات دايات وبردك هنتجرب حاجة كده زي شعر فخلينا ايه ندوس معا بقى كده في الموضوع ككل ونشوف ايه اللي احنا بندور عليه واحنا بنحاول نعمل الماتيريال دايات ايه الحاجة اللي احنا بتبقى مهمة ان احنا نظهرها في الدراسة بتاعتنا يلا بيناني بتاع فوتشوب وهنعمل دايرة بالسيليكشن تول ونعمل لها في الكالر طبعا انا بادئ بلون جري كده ما فيش اي الوان نحطها حالا وهيه هبدأ اختاري البراش الصوفت واعمل شادو تحت وبنفس البراش ديت هبدأ اعمل بلوكينج شوية للضل والنور انا هنا فتحت سيتنجز وقفلت بس البيم بريشر في الفولو عشان يكون التحكم في البيم بريشر على الوباستي بس على الشفافية بتاعت اللون بس يعني المهم هاجي على اللير بتاعت الدايرة وعمل لها لوك بحيث ان لما انا ارسم بالبراش الرسم ببراش يبقى جوه بس الكورة بتاعت حاجات بسيطة جدا والبقى على البيضة اللي انتو شايفينها دي دي اللي احنا ملوانا لها ودي اهم حاجة لازم نعرفها في موضوع الماتيريال اللي هو وقبل بالنسبة اتبدأ عينيها توسع بقى عشان شافت البراش ديت البراش ديت هي براش عادية جدا انا يمكن اول مرة استخدمها لكن دي البراش اللي انا هستخدمها في كل الفيديو بتاعي هسابها لكم تحت في الوصف بتاع الفيديو بس النصيحة يعني ما تركزوش قوي في موضوع البراش ديت يعني اللي انا عملته النهاردة تقدر تعمله باي براش خلايا بقى نتكلم في المهم المهم جدا واول حاجة انت نصيحتي ما تعملهاش خالص ان انت ما تروحش اللون الابيض 100% ولا تروح للون الاسود 100% ابدا خالص ايه وعا تعمل كده انا حاليا بحاول اعمل معدن مثلا يكون راستي شوية لكن طبعا حاجة للأسية ان احنا نعرف على المعادن المعادن اللميعة قوي ما ببقاش عليها شادو لانها بتتعرف بالسبكيلور بتاعها السبكيلور ده عبارة عن ايه عبارة عن من البيئة المحيطة بيه طبعا الراستي دوت هو هيكون في شادو لانه هو راستي يعني ده ماتيريال قاتم شوية انما المعادن ذات نفسه بيكون في البقعة اللي هي اللي انتوا شايفينها دي ده لو افترضنا مثلا ان فيه سورس اضاءة فده لانعكاز بتاع سورس الاضاءة على الماتيريال بتاعتنا فده اللي انا حاليا بحاول اعمله هبدأ ان انا اعمل كرة تانية وابدأ ان انا اعمل ماتيريال تانية المرة دي الماتيريال هتبقى عبارة عن صخور او ارض صخرية او حاجة زي كده فهبدأ ان انا اعمل شادو دل ونور زي ما عملت في الكرة الاولينية وهبدأ ان انا باخد الام رفايع او براش رفايع اي براش رفايع موجودة عندك وابدأ ان انا حاول ارسم طبعا لحظة بردك ان انا ما باخدش لون اسود وما باخدش لون قبيعة فائع خالص باخد الوان دايما وسط وابدأ ان انا ارسم الشقوق بتاعتي وطبعا الحتة اللي فيها هايلايت او اللي فيها ضاء الشقوق هتبقى ظهرة فيها قوي عن الحتة اللي فيها شادو الشقوق هتبقى نوعا ما رايحة شوية فده Works كل اللي انا بعمله حالا النا بحاول اعمل الشقوق وعشان ادي احساس شوية بالماتيريال فابدأ انه اعمل كده في الكرة من الاطراف علشان تديني اكتر احساس بتاع الشقوق و الاحساس بتاع البروز الصخرى في الماتيريال بتاعتي لاني شغاليق لازعت اضاءة كده خفيفة في الجانب المظلم وده обыч الاضاء المنعكسة اللي احنا كنتكلمنا عليها في الفيديوهات القبل كده بحس ان نوعا ما اقدر ان انا اظهر الماتريا اللي بتاعتي في الجانب اللي فيه شادو مايبقاش قاتم تماما السن بتاع الشق دايما ما بيكونش شارب مية في المية وده بيخليه في دوران بسيط كده فده بيخلي الدوران ده بيكون مواجه للاضاءة نوعا ما فعشان كده بيبقى فيه هايلايت شوية على السن بتاع الايه بتاع الشق ده حاجة تانية ان بتاعت التضريص عندي بحاول عمل فيها اختلاف الظل والنور عشان يباني ان فيه حاجة عالية وحاجة غاضية فالبلاينز جزء منها مواجه للنور وجزء منها مواجه للشادو او حاجة شبيهة بكده طبعا بقى امراجع وامدي ببراش كده على كله عشان اعمل لير تانية وبدأ ان انا اشتغل عليها تاني وهكزا ليه انا بعمل بتاعت البراش الكبيرة ديت مبدأيا عشان اعمل حاجتين احافظ على الكتلة الاساسية والتكوين الاساسي للظل والنور ما يضيعش مني فوس التفاصيل انا ما اعملها دي حاجة الحاجة التانية ان انا لما بدرب لير فوق لير فوق لير ده بيخلي الماتيري البتاعي شكلها ريتش وشكلها فيها تكشورز وتفاصيل معقدة مع ان المواجه كله هو بس ببراش اتضربت والدرب فيها براش تاني يعني فهي ادي الفكرة عشان كده تلاقيني دايما بسترس على فكرة ان انت ايه تكبر وتصغر البراش دايما وانت شغال ما تشتغلش بحجم براش واحدة وهو ده الاهم طبع من ان انت تروح تختار لبراشز مختلفة ولما فاكرين الفيديو بتاعة التعود على التابلت لما اتكلمنا عن ازاي ان انت لازم تغير شورت كات بتاعة البراشز بتاعتك تكبرها وتصغيرها للاي والدي اللي هما على اسفل الكيبورد تحت في ناحية الشمال من ايدك وقد ايه كان الموضوع ده مهم طبعا انا بنصحك وانت شغالي ان انت تخلي قدامك انها معمالة ريفرنس لصخور او حاجة زي كده عشان الموضوع بيبقاش معقد عليك احنا حالا بنعمل دراسة للماتيريال مش بنحاول نرسم حاجة من دماغنا ريفرنس شيء اساس يا جماعة مهم جدا 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 ان احنا نعرف ازاي نستخدمه وبعيدا بقى عن حرفية ايدك في الموضوع اللي انت بتستفيد منها ان انت تعمل حاجة زي كده انت بتلاقي حاجة تانية خالص مهمة اللي هي المتعة في الموضوع بعيدا عن الاسترس بتاع الشغل والحاجات الضخمة اللي انت عايز تعملها انت بتلاقي انت نفسك بتعمل حاجة جدا وبسيطة جدا لكن انت بتحس بمتعة فيها حتى يعني ما بتبقاش عايز تخلص وانا كنت بادي وناوي ان انا اعمل مثلا تلاتة او حاجة زي كده لقيت الموضوع فتح معايا الاثناشر واحدة اينا انا مش بنقل الصورة طبعا بتاعت الشغل او حاجة زي كده لأ انا بحاول اعمل البترن البترن ده يعني ايه انت مثلا لو عندك المربعات انت هتنقل المربعات انت هتعمل نفسها حجم المربع بقى نفسه الشكل بتاع المربع هي ممكن يختلف شوية لكن الاساس انت البترن الاساسي لما ببصله من بعيد بلاقي ايه هو نفس البترن ولو ركزت هنا هتلاقي في حاجتينين المكان اللي فيه الاضاءة والمكان اللي فيه الاضاءة المنعكسة هم دولة اللي فيهم التفاصيل اللي انا بحاول اديها غير كده الموضوع يمكن تايه في الشهد في النص المرة دي بقى هحاول اعمل حاجة نيكل او حاجة ريفليكتف قوي حتى انا فكرت في الاول ان انا اعمل الماتيريال اللي جنبها انت بتاعكس الماتيريال اللي جنبها حاجة كده وبعدين الموضوع انا هتبقى ريفليكتف هتاعكس البيئة اللي حواليها لكن هي نفسها مش هيكون عليها شهدو مش هيكون عليها اي حاجة تاني هي هتكون بس بتاعكس ما ما يحيط بيها انما كظلة ونور او كسبيكلر او لا هو مفيش لان هي ريفليكتف زي المراية كده المراية ملهاش تكشر المراية ملهاش اي شهدو مفيش اي شهدو بتشوفها المراية لكن انت بتشوفها المراية البيئة المحيطة اللي حواليها فقط لغير طبعا مع السطوع البسيط اللي بيكون في الماتيريال بتاع المراية يعني فانا حاولت اعمل هنا البيئة بتاعتي ان هو عبارة عن باب وشباك وطرابيزة وحاولت اعمل سقف فيه ضاقة او حاجة زي كده وناخد بالدنا برضك ان انا الباب دوت مش ابيض لو انت عملت مش ابيض 100% ابدا ما بعملش لون ابيض 100% مية في المية ابيض ولا مية في المية السويت دايما هتلاقي الالوان بتاعتي باختارها بالشكل دوت حاجة تانية لاحظ ان انا في الدارك دايما الالوان الدارك بديها ستوريشن شوية والالوان الهايلايت بقل ستوريشن بتاعها فاكرين في الاول اللي بنا قلتلكم ان البيكلر دوت هو عبارة عن انعكاس للاضاقة هنا بقى في الماتيريال هي بتاعت الكروم ديت او النيكل وضح اول موضوع دوت هي انعكاس للاضاقة بس softing شوية يعني هي انعكاس للبيئة اللي حواليها بس ناعمة شوية لاحظ مثلا الارضية هتلاقي في المكان بتاع الارض دوت ده كأنه انعكاس للارض لاحظ المكان الاضاقة هتلاقيه softing شوية وحجم هو اللي بيحدد لك حجم الماتيريال وشكل الماتيريال ذات نفسها لاحظ مثلا الماتيريال على الشمال ديت هتلاقي مفيش ظل منور فيها خالص انما الموضوع كله هو عبرارة عن انعكاس للبيئة المحيطة زي ما احنا قلنا الماتيريال اللي انا بعمل فيها حالة بمتالك بردك طبعا بمتالك زي ما احنا قلنا الاسبيكلر بيكون قوي زي ما انتوا شايفين بس الناحية دي الماتيريال ديت بعملها برشد شوية برشد يعني ايه كأنها متلمعة بالفرشة بتاعت التلمية يعني فبقى دايما في الاسبيكلر او الماتيريال بتاعها فيها السحبة ديت وانا حاولت بردك ان انا بدي احساس ان في اضاءة تانية على الناحية اليمين بتدي بقعة اضاءة بسيطة طبعا دلوقتي انا بكأت بسيط جدا بدأت ان انا اعمله على الكورة تاني بحيث ان انا اديها متيريال رايح للنحاس شوية لوني النحاس الأحمر دوت كل انا عملته دلوقتي ان انا رحت من الازرق للأحمر بالcolor balance command b color balance وروحت من الازرق للأحمر وابدأ ان انا ألعب شوية على شكل الاسبيكلر فهو كل الموضوع عندنا بيدور حوالين نقطة الاسبيكلر عشان كده في الاول خالص قلت لكم دي حاجة مهمة جدا جدا يا جماعة وحاجة اساسية يعني لو خدتوا بالكوا طبعا زي ما قلنا السن دايما بيكون عليه highlight عالي وده اللي انا عملته في السن دوت حاليا انا بقى الماتيريال اللي كانت معقدة قوي بالنسبة لي ان انا فكرت اعمل الماتيريال برتقامة انا مش عارف انا الفكرة جدت يعني بس ماشي يعني طبعا الفكرة هنا ان انا ببدأ اعمل الاساسيات بتاعتي الدل والنور والاساس بتاع الماتيريال بتاعي اللي هو الاسبيكلر اللي احنا اتكلمنا عليه الحاجات دي تشتغل الاول حتى انا بشتغل بBrush Soft في الاول يعني وده الاساس اول بحس ان الدنيا هي يعني بدأت تشتغل شوية ابدأ اروح بقى اودي تفاصيل وازود وادوز في التفاصيل براحتي مع المحافظة على الكتلة الاساسية انا بطور في اللي انا عملته في الblocking الاساسي اللي انا عملته في الاول من الاول. تمام? ودايما زي ما انتم شايفين الفكرة الاسية عندي بتاعي الاضاقة بتاعتي فين? في المشهد بتاعي? ايه رايح فين? اهم حاجة عندي نومبر ون الاضاقة. والاضاقة طبعا زي ما احنا شايفين هي اللي بتعمل فبتحكم في الماتيريال وهي اللي بتعمل فبتحكم في الظل والنور هي اللي بتعمل كل حاجة. فرقم واحد بعمله في دماغي يعني هنا على البرطانة اختلف الموضوع عن الحاجات اللي فاتت. دايما كانت اضاقة من الشمال لقى حطت صورة اضاقة تانية برضك من الايه? من الناحية اليمين. فاصبح برضك فين عكاسات اضاقة عالية من تحت على البرطانة بتاعتي. فاصبح كل دوت عالى الايه? عالى شكل الاضاقة عندي عن الاضاقة اللي فاتت. فما بقاش فيه شادو الهارد دوت. طبعا زي ما احنا نلاحظين دايما لما باخد دارك بتلاقيني روحت لتحت في المربع بتاع الالوان دوت روحت تحت يمين. فاللون بتاعي شبع. لو انتم شفتو الفيديو بتاع الالوان. هتلاقي اللون بتاع التشبع. رايح الهايلايت او رايح الحاجة بتلمع. بتبس يعيني روحت فوق الشمال. روحت لل ايه? نوعا ما للالوان le desaturated اللي فيها? دايما بعمل كده. طبعا بحاول ان انا بقى الانتين مع بعضين ان انا اسامبل من هنا وضي هنا واسامبل من هنا. وضي هنا بحس ان ايه? ان تنعم النقلة ما بين الايوف ما بين اللوانين بتوعي. طبعا بسامبل بان انا بكليك ALT واخد البراش فبيحاولي بتاع الكلور بكر فبقد ان انا اخد اللون وانا شغال نلاحظنا في كل الماتيريا اللي احنا عملناها دات اللي عمل الاساسي بتاعي هو بعيدا عن اللون طبعا الاسبيكلر هو اللي بيعني فرشة الاسبيكلر حجمه كبير ولا صغير قوي ولا ضعيف بالنسبة طبعا لللون اللي انا بديه للأوبشيكت بتاعي هو ده اللي بيحدد لي الماتيريا اللي بتاعتي الاسبيكلر هو رقم واحد في تحديد الماتيريال هنا هحاول ان انا اعمل حاجة سكن شوية او يعني رايحة حاجة واكسي شوية حاجة شامع شوية الماتيريال تكون فيها احساس الشامع ودي من اصعب انواع الماتيريال ليه لان الضوء مش بينعكس عليها بس لا الضوء بيخترق الماتيريال ديت الماتيريال بتاعت الشامع الماتيريال بتاعت الجلد الماتيريال اللي هي اللي بنقول عليها سبس كاتر الماتيريال اللي هو التناصر للسطح يعني ده بيجي عن طريق إن الضوء بيخترق الماتيرات ذات نفسها فإيه اللي تحت الجلد مثلا اللون الأحمر بتاع الدم عشان كده تلاقي النقلة ما بين الشادو والنقلة ما بين الهايلايت فيها تون أحمر كده رايح لأحمر شوية وتلاقي برضك في الضل تلاقي فيه تون رايح لأزرق شوية طبعا هو ما بيكونش أزرق لكن بيكون إيه رايح لاتجاه الأغضر في البلدة بتاعة الألوان فيديني إحساس إيه الأزرق فهي دي الفكرة بتاعة الإيه السبسكتر سبسكتر سبسكتر ماتيريال طبعا اللي بيحاولي ألعب في الألوان إن الماتيريال دي زي ما قلتلكم من أصعب الماتيريالز اللي أنت تقدر تعملها في الثري دي وكذلك يمكن في الديشتال بينتينج عموما فهي طلعت معي حاجة يعني مش جلد قوي طلعت معي حاجة كده واكسي شوية عارفين الشامل الأحمر حاجة كده طلعت حاجة في الاتجاه ده وقت طبعا تقولي طب هو الجلد فيه لمعة مثلا عشان يبقى فيه اللاسعة ديت لأ ده اللي بيكون في الجلد أو الرطوبة اللي بتكون في الجلد هي اللي بتأدي لللاسعة ديت طبعا هنا يمكن قاية فبيبدأ أن أنا بخففها شوية مع الوقت برضك في البرتقانة نفس الموضوع اللي في البرتقانة اللي على السطح بتاع جلدة البرتقانة عشان كده لو ببرتقانة نشفة مثلا مش هيبقى فيها اللاسعة بتاعة الايه بتاعة الزهو وبتاعة الايه بتاعة الابشيكت بتاعة البرتقانة اللي تحسك أن أنت عايز تكون هذيت هنا أعمل الماتيريا البسيطة خالص فيها سبيكلر بسيط ونقلة شادو خفيفة مع انعكسات نعمة للبيئة المحيطة ودي هتبقى ماتيريا رايحة للبلاستيك شوية تمام حتى أنت لو جبت اوبشيكت بلاستيك مش هتلاقي فيه شادو قوي هتلاقي الشادو اللي فيه يعني ضعيف شوية يلا بينا نزود ثلاثة ماتيريا لكمان بقى يلا بينا هنا هحاول أعمل ماتيريا للليزر اللي هو مثلا جلد بتاع المحافظ والحاجات القديمة حاجة شبيها بالجلد دوت فأنا هحاول أن أنا مثلا زي ما قلنا بردك أعمل البترن بتاعه بس المرة دي مش هبدأ أدي التفاصيل بإيدي قوي أكتر من أن أنا هحاول أن أنا أجيبها بالبروش لير فوق لير فوق لير فطريت هنا أن أنا أغير البروش فيه عشان بس أدي إحساس أن فيه اختلاف شكل التكشور وزي ما احنا شايفين مش مهم عندي قوي البروشت نفسها أن أنا أشتغل بيها قد مهم عندي مثلا أن أنا عايز شكل التكشور في خطوط مثلا فعشان كده أروح للشكل إيه دوت وفي الآن خالص أنت جايب البروش العادية الرفاية خالص وببدأ أن أنا إيه أحاول أعمل الشخابيت كده عشان أدي إحساس إيه الخربشات اللي بتبقى على الليزر بتاع المحافز والحزمة والجزم القديمة والحاجات ديت طيب وبعيدا عن التكشور زي ما إحنا شايفين السبيكلر بتاعه هنا صفتي شوية ناعم مش قوي قوي زي الحاجات اللي قبله بتاعت المعادن زي ما إحنا شايفين المعادن عاملة زي لا سعى قوي عنه لا ده صفت شوية لأنه هو طبعا ليش بيعكس قوي زي المعادن حتى أنا زودته وبعدنا نجحت أقللته تاني وطبعا فيه إحساس الشادو دوت اللي هو موجود ولو تلاحظوا الشادو هتلاقوه رايح لدرجة تون أقردش شوية تون أحمر شوية لأن زي ما أنا قلت لكم قبل كده الشادو دايما يا جماعة يبقى واخد ستوريشن كولر ستوريشن لون هنا أنا بستخدم ميكس براش عشان صفت شوية المكان اللي فيه الشادو عشان ميبقاش فيه تفاصيل وتبقى التفاصيل بتاعتي متركزة شوية فين في المكان بتاع الهايلايت وطبعا لو لاحظنا دايما بدي تون أنا أزرق كده في الجانب اللي فوق يميين كده كأن فين عكاس جاي من السماء أو حاجة شيئا بكده طبعا أنا ما عجبنيش أبدا الماتيريال بتاعت الإزازة اللي أنا عملتها فحاولي أن أنا أعمل الماتيريال تانية بس نوعا ما تكون صفت شوية وتكون أوضح من الأولينية اللي أنا عملتها وهنا أنا استخدمت البراش السوفت شوية في إن أنا أعمل دوت عشان ستطلع لي النتيجة كأن الماتيريال ذات نفسها فيها حتة بلورنس كده أو ضبابية شوية يعني وأبدأ أدي الهايلايت كده يديني سطوع أو حاجة زي كده والدنيا نوعا ما ميشيت عن الماتيريال الأولينية حتى أنا بعد كده أحاول الماتيريال الأولينية دي اللي ذهب أو أي حاجة تاني يعني طيب ليه بقى أنت لما تشوف ماتيريال زي النحاس اللي جنبها على الشمال ديت تحس إن السبيكور اللي فيها أبيض الإحساس ده بيجي لك من اللون اللي تحتيه هزت نفسه هو دارك فبيحسسك بإيه بإن اللون دوت لاسع قوي للأبيض لكن لو خدت نفس اللون وحطته في بيئة أو ألوان حواليه فتحة هتبصت لقي إيه إن هو لأ باين إن هو مش لون 100% أبيض يعني عشان كده نصيحة ابدأ من نون متوسط وابدأ أعلى واحدة واحدة بالشادو والهايلايت لحد ما توصل للبالانس الطبيعي بتاعك اللي أنت عايزه هنا هنعني شو الموضوع شو هاي وابدأ أحط مثلا الماتيريال بتاعت شعر وطبعا الناس بقى أول حاجة بتيجي في فالها شعر يبقى صغر البراش يمعلم وديها لأ خالص أنا بعمل كده هنا عشان بس أدي الليرنج اللي إحنا قلنا عليه لكن بعد كده ببص لإيه بكبر البراش وابدأ إن أنا إيه أدي حاجات تانية أدي اللي يارفوا إيه هفخ في كل الحاجات اللي أنا عملتها قبل كده البلوكينج الأساسي بتاع الهايلايت والشادو هو اللي أنا بحاول أوصله في الأول وبعد كده الحاجات اللي إحنا بيكلف فيها دي كلها تفاصيل بسيطة في الآخر إنما الأساس عندي إن أنا أوصل للبلوك بتاع الهايلايت والشادو زي ما إحنا شايفين صفت شوية فارش على الشعرية تمام لدرجة إنه يعني يمكن بيخلي في المكان بتاع الشادو في شعرية كده اللي يعني بقى الضوء ضرب عليها وفي مكان بتاع الهايلايت في شعر في شادو اللي يعني بقى دوت إيه لما بين الشعرات وبعضها فمش وصل للضوء مثلا أو حاجة زي كده فده اللي أنا بحاول أعمله هنا الشعر بقى وبردك أول حاجة بتيك في بالنا ندي أسود أو ندي أبيض لا خالص نبقى الموضوع دوت زي ما إحنا شايفين أنا بدأت بتون معين ما وصلش الأسود نعم دارك الشوية زي ما إنتوا شايفين لكن أخذ بالك بردك إن أنا بضغط بالألم فالأسود الدارك ده اللي إنتوا شايفينه أنا مش بوصل لـ 100% فيه أنا بس بدي جزء منه فأنا عامله دارك لكن الألم فيه شفافية بسيطة طبعا كالعادة الغلطة اللي هتخليني أنتحر في يوم الأيام إن أنا إلى الآن ما عملتش سيف للملف بتاعي بقى لي ساعة شغال وما عملت سيف للملف بتاعي فأعمل سيف وهبدأ هنا حاول إن أنا أعمل الماتيريا اللي تكون رايحة للدهب شوية فنفس الموضوع اللي أنا قلتلكو عليه هبدأ من نوع ما أفريج شوية متوسط مش دارك قوي ولا هايلايت قوي وأبدأ إن أنا أعلى شوية بالهايلايت بتاعي وأعلى شوية ودارك الشوية الحاجات الغمق اللي أنا عايز أعمل كده طبعا هنا واضح إن صورة الإضاءة الكبير بتاعي على الشمال فوق وصورة الإضاءة الأخف على اليمين وورا شوية واللون السفلي من الكرة هنعتبره بإعكس الأرضية فبيدينا الإعكس دوت لكنه طبعا مش بقوة الإيه مش بقوة الهايلايت بتاعي اللي موجود على الكرة من فوق وأبدأ إن أنا دارك شوية هنا وفتح شوية هنا ولو نلاحظ دايما بروح تحت يمين وأنا بأخذ اللون الدارك ولما بفتح شوية باللون تبصت لقيني روحت في المنطقة الشمال فوق دايما أنا بعمل الموازنة دايت ومع الوقت قدام شوية يمكن بأدخل لما أنا بعلا بالإيه بعلا بالإضاءة بتاعتي بص لقيني روحت عليت بالهايلايت لكن في نفس الوقت بلق خدت الكالر بتاعي روحت به للأصفر شوية عشان إيه يديني اختلاف اللون وبس يا سيدي كل اللي انت شايفه بقى حالا إن أنا بعمله إن أنا بحاول أصبط الفاليوز بتاعتي طبعا أنا دخلت هنا شوية في التفاصيل وبعدين بعد ما دخلت شوية في التفاصيل وبدأت أشغبط كده بالبروش رفيعة هقوم جايب البروش تانية الكبيرة وأبدأ إن أنا أقل اللايت هنا أقل اللايت هنا لأن أنا عارف بردك في دماغي وأنا شغال إن سورس الإضاءة هو هيكون أعلى حاجة عندي وإن عكاس الأرضية المفروض يكون أهدى بكتير من الشكل اللي أنا شايفه حاليا فلاحظ بردك إن حجم الفرشة بتاعي في معظم الوقت بيكون كبير ما بيبقى صغير وبردك عايز أدي لسعة الإضاءة إن هي تكون هارد شوية فبصت لإني بحاول إن أنا أحاوطها بالدرجة الغمئة وهي كل اللاعة في كده إن أنا بحاول أعمل الترانزيشن بدأتي هنا أنا بغمق السورس الرفليكشن بتاع الأرض إن عكاس الأرض وبزبط الترانزيشن ما بين الهاي لايت والدارك تون بتاعي أو اللي هو اللي أنا أعكاس للحاجة البيئة المحيطة يعني هنا فيه براش بتعمل سبلاتر كده بحاول إن أنا أديها بحيث إن هي تديني إحساس إن فيه سباركلز شوية في الماتيريال أو فيه خربشات شوية في الماتيريال إن الماتيريال مش وان هندر برسينت سوفت أوي كده زي ما قلنا الأرضية فأنا معلم عليها وعمل سيليكشن ويمغمقها عشان تديني إحساس إن الهاي لايت هو قاعة لحاجة وإن داني عكاس الأرضية مش هاي لايت تاني ولا حاجة وهنا إذا كان فيه شادو فهيكون الشادو الوحيد اللي ظاهر الماتيريال بتاعت الدهب ديت هيكون الشادو الوحيد اللي ظاهر بتاعي هيكون الشادو الأنباد تيكولوجين البسيط خالص اللي بيكون تحت هارجع تاني لأول ماتيريال اللي اشتغلنا عليها وهبدأ إن أنا أقل السبيكلر بتاعها بحيث إن هو يبقى قوي وواضح إن هو نوعا ما رستي ميتل أو يعني ماتيريال معدني قديم ومصدي ومش عارف إيه والحاجات دي كلها طيب منخص سريع بقى كده الموضوع كله إحنا بنبدأ طبعا بستة بالإضاءة ما كان السورس بتاع الإضاءة بتاعي جاي منين وبعد كده بنحدد على أساسه الاسبيكلر بتاعي وإحنا شغالين بنشوف العتامة بتاعت المادة بتاعتي دي أدية طبعا المعادن والحاجات دي معتمة قوي عشان كده الاسبيكلر بتاعهم قوي ومركز كده وهتلاقي الاسبيكلر ناعم شوية في البلاستيك وفي نعكسات خفيفة شوية والشادو طبعا ما بيبقاش قوي لا في المعادن ولا في البلاستيك بيكون الشادو خفيف في المعادن يمكن يكون الشادو منعدمه تماما يعني وشكل السبيكلر هو العامل الأساسي في إحساسنا للمادة دي وقوته هل هو قوي ولا لا هل هو مركز ولا فارش على المادة الحاجات دي كلها هي اللي هتفرق ودي الحاجات اللي أنا لما بشوف الريفرنس بحاول أن أنا أهتم بيها وأعرفها أول حاجة وببساطة جدا بعد ما حددت السبيكلر بتاعي والعتمة بتاعت المادة بتاعي وشكلهم من اتنين ببدأ أن أنا بقى أدي التفاصيل والخربشات والحاجات دي اللي هي بتخلي الموضوع ريتش شوية مع المحافظة على الستراكشر الأساسي اللي أنا عملته معلش بقى الفيديو المرة دي طويل شوية بس الموضوع مهم وأكتر من أنه مهم الموضوع ممتع بصراحة أنا بصراحة استمتعت وأنا بعمل الكوار دي وأتمنى أن أنتو لما تجربوا تستمتعوا بردك زي ما أنا استمتعت وفي نفس الوقت بردك إذا أنتو عملتم ماتيريال وعجبتكم نزول عن استجرام مثلا أو على تويتر وعملوا يتاجهات لو لينكات بتاعي تحت في وصف الفيديو وطبعا لو وصلت إلى هنا يبقى أنت أكيد إن شاء الله عجبك الفيديو فريد تعمل لي لايك تحت أظن مش محتاج إن أنا أعرفك وقدي أين محتوى العربي يعني ناشف جدا في الحاجات اللي إحنا بنعملها ديت فياريت ياريت ياريت تعمل شير للفيديو لأن الحاجات دي أنتو مش تخيلين بتساعد نفسيا قدي أين راح يكمل ويعمل فيديوهات من دي تاني نقول سلام وأشوفكم إن شاء الله على خير الفيديو اللي جاي السلام عليكم اشتركوا في القناة